يعني كل شيء زاد بالمعنى ناقص متل ما الواحد بيقول بترك للآخر هو يحدد ما كان تقزم بحب يعني فوق 18 كان برنامج أول شيء مرددت عملي وخايفة عملي وكان بمطرح معين بتفوت فيه ما بتفوت فيه وقطع لتغيرات يعني بلش شيء اليوم عم يتقدم بهير شكل ليش؟ لأنه بالحياة بتجرب بقصص كتير أنا بالعكس أول ما انطرح علي كتير كنت محمسة أنا ما ترددت أبدا أنا كنت داخلة بكل هيك ساقة وكل حماس وحب للمغامرة لأنه شي جديد التجربة على الهوى أثبتت أنه بعد المجتمع ما بيتقبل هيدا النوع بنتطرح مش العنوين طريقة طرح العنوين فارتقينا نحنا مع الوقت أنه نحنا منغير منه غلط بعده بيشبه نفس الفورماية لا لا بس كتير صاري بيشبهني كتير برنامج اليوم بعتقد أنا وأجزم يعني عند سئة أنه هو اليوم الوحيد على المحطات اللي بيعالج أضايا راهنة بشكل أسبوعي بيحكي بكل شيء بس ما صار بمطرح معينة بيشبه شوي للنشر أو البرامج اللي كانت تعملون ريمة كاركتوني خليفة جو معلوف صحيح ليش رح تعمل لأنه أنا دايما كتب حب هيدا نوع من البرامج اللي هي بتحكي عن كل شيء اللي هي فيها فوق 18 وفيها تحت 18 فيها كتير فوق 18 انتباه رحنا على هيدا المطرح بمحلات بس في فقرة ثابتة بفوق 18 وهيدا طبعا وجهة تحية لناس السلوم اللي هي استحدثتها وأصرت أنه تبقى اللي هي فقرة ستريت ودعياش بينزل على الشارع منطرح قضايا مثل فوق 18 الطلاق الزواج الخياني الحب التعدد العلاقات كل هالقصص فهيدا بعدها ثابتة يعني صار برنامج إذا بدك فيه من هيدول البرامج اللي هنه كمان بالعالم موجودين لأنه حصينا في حاجة كمان على المحطات اللبنانية اليوم شوفي شو عندك برنامج أسبوعي بيطرح الأضايا الراهنة بس ما مش كمان لأنه العالم ما بق بده هيدا النوع بعده عنه التلفزيوني أبدا بالعكس ما فيني خبرك قد يجيني اتصالات من ناس نافدين وغير نافدين بيبعتولي أضايا أنه بليز احكي عن هالقصة في هيد الجريمة في هيد السرقة في هيد الموضوع مين عم بتنافس اليوم رابعة؟ كل حدا بيطلع الشاشة بنافسني وأنت بتنافسني هلأ ببرنامجك بزمن السوشيال ميديا وبزمن المنصات كل حدا مين عم نفس بالنوع بالنوع بعتقد أنا اليوم نحن الوحيدين الوحيدة بتعتبره؟ اي الوحيدين نحن نطرح أضايا اجتماعية أسبوعية آنية وخليط ما بين فوق ما في عش إذا أضايا اجتماعية ما في فوق 18 ما بتحسي تكوني كمان شوي مثل مالك مكتبي؟ لا لأنه نحن صرنا وهيدي عم بتصير وكتير حلو وكتير عم بسمعها أنه لما نطرح موضوع اجتماعي مثلا خيانة أو اللي هو نحن منجيب أربع أشخاص متخصصين أو عايشين التجربة مختلف ما بجيب كيسز شوي غريبة مالك بروح على الكيسز على الحالات نحن لا منناقش مع ممثلين مع فنانين مع بس عقلات بتجيبوا حالات هلأ خفيت كتير إذا بتتابع اليوم رملأنا نكت حالي كانت هيدا من موسمان لورا بس عمول إنه جبته لأ جبنا هلأ صار اختلف ومش معناتها ما بجيب بقى رملأ انتبه إذا كان في موضوع بيتطلب تجي رملأ تجي رملأ أنا مع أنه الإعلامة يستضيف أول ما طريع البرنامج كتار اعتبروا إنه ها مش شخصية رابعة على هالبرنامج رابعة راقية يلي بقى تقعد على قاتر إببانج مثل ما بيقولوا وكلاسي وليدي بقى تحاول أشخاص لو عم تحاولي بشو القصة بتطلع بهذه البرنامج كيف جاية أنتم هيدا البرنامج خفتي على الإيماج طبعيك ما بخفى عليك إنه إيه تعرضت يعني تعرضت كتير لهجوم ولنقد من محبين ومن غير محبين طبعي يعني مش كل حدا هجم علي هو ما بيحبني لأ حقهم حقك أنت رالف تتطلع هيك معود علي سنين بكادر معي أنا فجأة تشوفني بغير كادر ما رح تقبلني نحن ناس يعني نحن البشر ما كتير متقبل دغر التغيير فإيه بتفهم الناس اللي هجموا علي ما بعتقد ألل من أي شي اللي علاقة بالأخلاق والرقي الداخلة ما بعتقد بس إيماجتي يعني إذا بدي حكي عن صورة رابعة تغيرت مع فوق 18 هيا أنا عم أقدمش القصة كمان وعم أقدم فوق 18 عم يتلع معي ناس كتير مرتبين وعم أقدم هلأ عراحتك وموجودة ممثلة بارعة رابعة زيات يعني بتقدر تنقل تقدر تنقل من الأعلمية اللي بتقدم شو القصة بقصوب معين للأعلمية اللي بتقدم فوق 18 الأعلمية اللي بتعمل عراحتك اللي بتكون فرند مع الضيف كل هول يعني كاركترات عم تلعب هي مش تمثيل هي إن موجودين بشخصيته يعني أنا بقلهم اسمي رابعة أنا على جد يمكن أربع شخصيات أو أكتر يعني أنا شخصية الأم شخصية المرأة اللي بتحب الميكوب والشعر واللبس إذا بدك يعني والفاشن شخصية يعني النشطة الاجتماعية في شخصيات كتير بشخصيتي فهن هلدول شخصيتي كل برنامج إذا بدك بيطلع جانب مني بس برجع لقصة التمثيل أنا مش ممثلة أنا بتلون بتلون بمعنى بلبس بغير جلدي بتكيف لأنه بآمن أنه الإنسان إذا ما تغير وما واكب منه إنسان نحن بحالة تطور بحالة تغيير مستمر فبآمن أنه أنا لازم أتغير وقال لك كيف أدي واكب العصر كيف أدي أجدد كيف أدي أكون أكتر شخص قدر واكب العصر وغير جلده وقدم جميع أنواع البرامج هو مين توني خليفة صحيح صحح صحح فيك بتعتبر نفسك قدرة تكون مثل توني هل أديت عام لتغييرات جزرية بالمهنة ممكن أنا كتير بحترم يعني بحترم تاريخ ومسيرة توني يعني توني من موزيع بالراديو لريبورتر لمؤدم نشط أخبار لألعاب لا براق مش فنية لا اجتماعية لا سياسية لا كل شيء لا تجربة بمصر وتجربة بالخليج طبعا بأكيد أنا توني من الأعلاميين اللي بيضرب له التحية بمثابرته وجهده ذكاؤه وحضوره وكل شيء يعني ما فكرت يعني هايدي هلأ أول مرة أنت مثلا بتقول بتحبي تكوني مثل توني أنا بحب كون أنا ما عمقول بتحبي تكوني مثل توني أنا عمقول توني هو أكتر شخص قدر يغير قدرة تكوني مثل توني أنا عم بحكي بالتجب بالمسيرة يعني هلأد تكوني عم بتغيري وتنقلي على كل المواضيع وبمطرح معين بتقولي لأ أنا في قصص يمكن ما بفهم فيهم ما بدي أطلع على الشاشة احكي بشي ما بفهم فيه أنا من الناس يعني يمكن تكوني بالسياسة ما بتبرعي أنا من الناس اللي ما بتستحق إذا ما بتعرف تقول ما بتعرف يعني دايما بنسأل من كتير أصحاب مقربين بتحكي بقصص ما بتعرفي بهالموضوع ما بتعرفين عن هالموضوع بقول لهم ما بتعرف ما قول أنت أعلمية بقول لهم صدقا ما بعرف ما عندي مشكل ولكن كتير بحب أتعلم وكتير بحب أخذ تجارب خذت تجربة الأخبار ما نجحت فيها تركتها بس خطة ايه بقدر يعني بقدر كون متقبلة لأي عرض يعني يمكن يجي هلأ عرض أنه كيف إجانا ما بيشبهنا بس بفكر فيه وممكن أخذ التجربة ايه عندي حب المغامرة اللي بيخلي الشخص يعامل يعني يفكر بها الطريقة نضوش حب المغامرة الشغف حب لهالمهن حب للحياة إيمانة بنفسي إيمانة أنه الإنسان بيقدر يعمل كل شي نحن قدام نستخدم من عقلنا نستخدم نسبة كتير قليلة أنا بدي استخدم أكتر يعني بدي جرب أكتر أكتر استخدم هيدا يعني العقل يعطاني يا رب العالمين لو هبني فالي لا ما إذا جتنا الفرصة بفكر فيها أي حلقة من فوق 18 بتقولي إذا فيها بمحيها من الأرشيف ليه أمركز على فوق 18 أنا بحبه لها أنا بحبه كتير ما بدي أمحي شي بتعرف لي لأنه لو ولا شغلة ولا شغلة طب أي شغلة بتقولي كان فينا علاجها بغير طريقة يمكن أول حلقة انطرحت أضايا قضية أول حلقة تصديق الجنس قبل الزواج كان فينا أطرحه مع غير الضيوف هيك بقول لك يعني هيك إذا بدك تاخد جوانب يعني لضيوف ما كانوا ملاقي مين أصلا؟ هيك مواضيع حساسة برجع بقول لك بحترم كل ضيوف مين ما كانوا يكونوا ولكن هيك مواضيع حساسة بمجتمعات عربية بعد عنا العادات والتقليد والدين والأعرف وكل هيد التفاصيل ما فينا نهرب منه كان بينطرح يمكن مع اختصاصيين يمكن مع ناس تعطينا زبدة القصص من طريقة علمية كان تم التقبل الموضوع أكثر أدي سقف الحرية عالي بالجديد؟ كتير كتير المنتجة هي زينة برجاوة من نسق معا ونيكولا وكلنا يعني كل الفريق العمل ومنرجع عام نطرح ونعنانسي وبتوافق بس ما فيه شو الموضوع؟ ما فيه ما بتوافق وبترفض لشي إلو علاقة بالحرية بتوافق وبترفض ل ما تناقشكن؟ طبعا لا نشوف شو الموضوع الملح اللي هلأ المجتمع عم يحكي فيه اللي هلأ ممكن يكون بهم الناس عضايا الناس عضايا الشارع طيب شو الموضوع اللي رابع بتقول أنا هيدا ما بفتحه على الهواء ما بفتحه على الهواء ليك ولا موضوع ليك يمكن يمكن موضوع ممكن يثير النعرات الطائفية يعني مع أنه طرقنا لموضوع مع أنه طرقت وتهدد وهددوك يعني يعني نحن لما يثير فيه النعرات طائفية منضطر نحكي عنها لأنه شو عم بيثير بالبلد يعني شو عم بيثير أنه مش عايب ينحكى مثلا أنه شجرة الميلاد لازم تنشال من هالمنطقة ما نحن لبنان هيدا بلد التنوع بلد الطواقف وتقبل الآخر هون ممكن أنا إذا حسيت أنه طرح الموضوع ممكن يأزي المجتمع إيه ممكن بعد عنه كنت رقم صعب بالحب